مساء الخير اختتم رئيس الجمهورية مرحلة التشاور على طاولة الحوار بالوصول إلى نتيجة قاهرة تفضي بأنه سيحاور نفسها وبناء على اخفاقه في تجميع الحاصل فأن الرئيس ميشيل عون اتبع طريق الجوجلة القريبة من الجلجلة وقد يعلن الحداد على الحوار ويرفع مراسم إلغاء الفكرة المسيلة للدموع لكن أحدا من اللبنانيين لن يتأثر بوفاة ميت فيما بدت علامات التأثير فقط على رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل الذي اقترح حوارا بمن حضر وقد خاطب باسيل كلا من سمير جعجع وسليمان فرنجي بالضمير الغائب على اعتبار أن جبران يحاور إذا باسيل موجود وشخصه يختزر المسيحيين ويمثلهم ويرفع أثقالهم أما بقية الشهود الذين وافقوا على الانضمام إلى طاولة الحوار فكانوا أهلي بمحلي ومن حواضر البيت السياسي في وقت أثخن الشعب اللبناني بالجراح وحواراته اليومية لا علاقة لها بملفات تحتاج إلى طاولة فيينا النووية وكل ما ينشده لا يتعدى لقمة عيشه ومخزون شتائه ودوائه وحواره على استراتيجية المحروقات والمركزية الغذائية الموسعة فالجوع ما عاد ينتظر طاولة وسقفه ارتفع مع الدولار إلى أعلى مندرجاته والأكثر وجعا أن أصحاب القدرات السياسية يستخدمون الشعب وقودا للشارع ويهزون به العصى وهو ما سيفتتح عليه فجر غدن الخميس من الخامسة لصقا بالخامسة في أول تحرك على هذا المستوى لقطاع نقل بري ومستشاره لشؤون التنقل بتحريك الشارع بسام طليس ومرة جديدة هلا بخميس طليس الذي سيشكل بروفا ميدانية تتحسس نبض الطرقات في الإقفال والتعطيل إذا استدعت الحاجة سواء لموسم الانتخابات الضائع أو لأي ضائقة سياسية أخرى يهز بري بعصى النقابات مخاطبا كل من تسول له نفسه في تهديد يشبه المجلس الذي هو سيد نفسه والاختبار العملي في الشارع غدا سوف يغنين عن توقعات السياسيين بتنبؤات حصول انفجارات واغتيالات ما دامت وسيلة النقل مؤمنة والعصي يبدو أنها توضع في كل الدواليب السياسية والمالية والمصرفية فعلى مسافة يوم واحد من ترسيم الحدود الذي خطته القاضي غادعون لحاكم مصرف لبنان رياض سليمي عاد مشهد التظاهر أمام المصرف المركزي بعد غياب طويل واندلعت مواجهات مع القوى الأمنية مع تدخل لقوات مكافحة الشغب رافقتها شعارات زيح زيح يا عسكر هالمصرف رح يتكسر